اشتركوا في القناة خلال اعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة وذلك في ضوء البيانات والقرارات الصادرة عن قمتي تونس العادية ومكة المكرمة الطارئة الى جانب اخر القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في اجتماعه الاخير المنعقد في القاهرة بتاريخ العاشر بسبتمبر 2019 اضافة الى الاعتداء الارهابي على المشيئات النفطية في المملكة العربية السعودية وتدخلات الايرانية في الشئون الداخلية للدول العربية والقضية الفلسطينية هذا وصدر عن الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي عقد في مدينة نيويورك على هامش اعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة بيانا ادان الهجوم الارهابي التخريبي الاخير على منشآت النفط في بجيغ وخريس في المملكة العربية السعودية الذي يعد تهديدا خطيرا ليس فقط على امن المنطقة وانما على الامن الدولي وامدادات الطاقة العالمية كما اعرب المجلس عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يمس امنها واستقرارها وتأييده جميع التدابير التي تتخذها المملكة من اجل تعزيز الامن والاستقرار والتصدي لاي عدوان كما اكد المجلس على ادانته للهجمات التي استهدفت ناقلات نفط وسفن انتجارية في الخليج العربي وخليج عمان ومنها الهجوم الذي تم بتاريخ الثاني عشر من مايو 2019 على ناقلتين نفط سعوديتين ونقلة نفط نارويجية وسفنة الشحن اماراتية داخل المياه الاقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة والاعتداء على ناقلتين نفط في خليج عمان بتاريخ الثالث عشر من يونيو 2019 بوصفها عمالا اجرامية تهدد امن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في دول الخليج العربي وفي ذات الاطار جدد المجلس دعوته الواردة في القرار رقم 8412 بتاريخ العاشر بالسبتمبر 2019 الى مجلس الامن الى تحمل مسؤوليته لضمان حرية الملاحة البحرية وامنها وسلامتها وضمان امن المنطقة واستقرارها واتخاذ موقف حازم للتصدي للانشطة او المحاولات الرامية الى تهديد امن وسلامة الملاحة في المنطقة كما شدد المجلس في ذات الاطار على اهمية ان تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها وتفادي التصعيد والعمل الجماعي على نزع فتيل الازمة في الخليج العربي وجدد المجلس ادانته كذلك للتدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية على النحو الوارد في قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزري رغم 848 الصادر في العاشر من سبتمبر عام 2019 وفيما يخص القضية الفلسطينية اكد المجلس على اهمية تنفيذ قرارات مجلس الجامعة الاخيرة والبيان الوزري الصادر عن الدورة غير العادية الطارئة لمجلس الجامعة والمتضمنة التصدي في المحافل الدولية للتصريحات غير القانونية لرئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو بشأن نضم اجزاء من الضفة الغربية وشواطئ البحر الميت في حال فوزه في الانتخابات كما اكد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود من اجل تجديد ولاية وكالة غوث وتشقيل اللاجئين في الشرق الادنى الانوروا وباغلبية لثلاث سنوات قادمة مشددا على ضرورة العمل لسد العجز المالي المقدر بمائة وعشرين مليون دولار ودعا ايضا الى التصدي للمخططات الاستيطانية الاسرائيلية في مدينة القدس خاصة في عقاب القرار الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل داعيا في ذات الاطار الى تنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك القرار رغم 2334 كما شتد المجلس في نفس الاطار على همية انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وعلى قاعدة المرجعيات الدولية الثابتة بما في ذلك القانون الدولي ومبادرة السلام العربية بالاضافة الى حشد الدعم والتأييد الدوليين للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفي اطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر الاول لانشاء المنطقة الخالية من اسلحة نووية واسلحة الدمار الشامل الاخرى المقرر عقده في نوفمبر المقبل اكد البيان ان التخلص التام من الاسلحة النووية واجاد اليات واضحة للتحقق من ذلك يعد ركزة اساسية لامن واستقرار منطقة الشرق الاوسط وتعزيزا للسلم والامن الدوليين وان مشاركة دول المنطقة الشرق الاوسط الايجابية تعد حجر الاساس لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في السلم والامن ترجمة نانسي قنقر